انا كده بعلمك ازاي تستخدم الامر فقط لسه معلمتكش خصائص الامر وزاي ترسم بها بعاد اهلا بكم جميعا في اول فيديو من فيديوهات دورة الريفت المعماري 2024 اول فيديو هنبدأ به وهو كيفية استخدام امر الحوائط او الول في برنامج الريفت علشان نبدأ نوصل للامر هنذهب للشريف العلوي هنلاق فيه مجموعة من الايقونات اول ايقونة منهم اسمها وال امر الول ده او اول ايقونة تحتها مجموعة من الاوامر لو ضغطنا على السهم اللي تحتها ده هنلاقي فيه والاركتشور والستركشور والباي فيس هنبدأ في هذا الفيديو باول ايقونة منهم وهي الوال اركتشور لو ضغطنا عليها هنلاقي ان الامر دخل في مود الرسم كده انا ممكن ابدأ رسم ابدأ رسم ازاي؟ هبتدي اضغط كليك واسحب واضغط كليك اخر بمجرد ما اضغط اسكيب كده انا انتهيت من رسم الحائط ولكن مازال امر الول مفاعل معي علشان اخرج من الامر النهائيا لازم اضغط اسكيب من لوحة المبادية لو اخترت هذا الحائط هتلاقي ان البعد بتاعها خمسة وعشرين متر طيب هل ينفع اغير هذا البعد او اتحكم فيه اكبر او اصغر في الحائط اه طبعا تعال بكل بساطة اختار الحائط وتعال جنب البعد ده واضغط دابل كليك وغير البعد وليكن خمستاشر انتر هتلاقي ان الحائط صغير معك طب عايز اكبره اضغط دابل كليك اكتب وليكن اربعين انتر بهذه الطريقة كده انت تقدر ترسم حائط تبدأ حائط منفصل لو عايز ارسم حائط مستمر اضغط على امر الول السهم هو اختار اضغط كليك واسحب اضغط كليك اخر كده انت رسمت اول حائط لو رحنا في الاتجاه الاخر وضغطنا كليك وضغطنا كده احنا رسمنا حائط مستمر مرة تانية كده انا خرجت نهائيا خارج امر الول ممتاز لو جينا اختارنا امر الول مرة اخرى وحبيت ارسم مجموعة من الحوائط مرة اخرى وليكن على شكل مستطيل او دايرة او معين ايا كان تعالى في الشرط العلوي هتلاقي في مجموعة ادوات زهرالك على اليمين خالص تعالى اختار الريكتانجل واضغط كليك واسحب واضغط كليك كده انت رسمت مجموعة من الحوائط بيمثلوا مستطيل لو ضغطت سكيب سكيب مرة تانية كده انت خرجت برق امر تعالى اختار اي حاقة منهم قدر تغير في هزي الابعاد اضغط كليك خلي البعد ده وليكن عشرين بهذه الطريقة تقدر تتحكم في ابعاد الحوائط تعالى اختار مرة اخرى وليكن اختار الدايرة اضغط كليك واسحب هترسم دايرة كل سهولة انا كده بعلمك ازاي تستخدم الامر فقط لسه معلمتكش خصائص الامر وزاي ترسم بابعاد وخلافة انا بس فقط بعرفك على امر الورد الول في برنامج عشرين اربعة وعشرين عايز اخرج من الامر اسكيب اسكيب مرة تانية بخرج نهائيا من الامر اختار وليكنت على المعين اضغط كليك واسحب اضغط كليك اخر هترسم معين ارك كليك كليك اخر اسحب هترسم الارك هي دي كده بكل بساطة طريقة استخدام امر الول في برنامج ريفت عشرين اربعة وعشرين في الفيديوهات القادمة هنكمل ان شاء الله في امر الول اركتشور في برنامج ريفت عشرين اربعة وعشرين اشكركم نلتقى في فيديو اخر باذن الله تعالى اشتركوا في القناة